أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين الصناعة الأدوية خاصة في ظل جهود أجهزة الدولة لخفض فتورة الاستيراد وتوفير دواء يتميز بالجودة وقد وجه رئيس الوزراء في هذا الإطار خلال استقباله رئيس هيئة الدواء المصرية بضرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة جهود هيئة الدواء المصرية على كافة الأصعضة في ظل ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من أولوية لدى الدولة